دعماً وإسناداً لجامعة النجاح الوطنية كصرح فلسطيني علمي عريق ورفضاً لموقف استثنائها من مجلس التعليم العالي للمرة الثانية على التوالي حضر لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة في مدينة نابلس للوقوف في وجه هذا القرار يعني وجودكم معانا اليوم إحنا بالنسبة إلنا هي رسالة محبة ورسالة دعم لجامعة النجاح بجميع الأشكال والألوان سواء دعم سياسي واقتصادي ومعنوي وجامعة النجاح تستاهل هذا الدعم اليوم جامعة النجاح الوطنية سعدت للغاية باستضافة المؤسسات الأساسية والشخصيات الاعتبارية والفصائل والقوة في محافظة نابلس لإطلاعهم على آخر المستجدات من إنجازات وجوائز وتقدم لجامعة النجاح وتحديات أيضاً بما في ذلك يعني إعاقة قبول العديد أو اعتماد العديد من البرامج في جامعة النجاح الوطنية عدم تمثيل جامعة النجاح الوطنية في مجلس التعليم العالي الفلسطيني والكثير من القضايا الأخرى بوجه رسالتي لوزير التعليم العالي ورئيس الوزراء بضرورة التعامل بشفافية وموضوعية فيما يتعلق بالجامعة الفلسطينية في كلنا إيد وحدة وكلنا مؤسسات الوطن ودور الحكومة هي رعاية كل المؤسسات بنفس الطريقة حتى نقدر نستمر لأن التعليم هو السلاح الوحيد السلاح الوحيد اللي بإيدنا كفلسطينيين وطبعاً لن نستطيع التقدم ولا نستطيع تحرير فلسطين إلا من خلال التعليم وأجمع الحضور على المكانة العلمية والبحثية لجامعة النجاح التي صنفت من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بحصة بحثية تجاوزت 37% ما جعلها محل فخر واعتزاز عبر عنه الرئيس محمود عباس حين هنأ الجامعة بالمرتبة المتقدمة التي حصلت عليها ما أثار سؤال كيف تستثنى النجاح؟ نحن في جامعة النجاح الوطنية نستغرب ونرفض قرار الأخير في التنسيب الذي نسب لرئيس محمود عباس فخامة رئيس محمود عباس بتشكيل المجلس التعليم العالي واستثناء جامعة النجاح الوطنية للمرة الثانية على التوالي فهذا مرفوض تماماً نحن اليوم صعداء جداً باستقبال الوفود من مؤسسات وفعاليات نابلس والتفافها حول جامعة النجاح الوطنية للوقوف مع جامعة النجاح الوطنية نحو إنصاف حقوقها ضد سلسلة الإجراءات التي فرضت على جامعة النجاح الوطنية من عاقة برامج أكاديمية تم تقدم بها للاعتماد من قضايا كثير وآخرها كانت قضية تشكيل مجلس التعليم العالي فتداعت كل شخصيات البلد لأن هذه الجامعة هي ملك لهذه البلد وملك لكل شخصيات البلد ولكل أبناء البلد وخرجت القادة والأبطال من هذه الجامعة وهي اسمها جامعة الحصار والانتصار فإحنا جزء من هذه الحالة وإحنا بنطالب اليوم فخامة الرئيس ونوجه له رسالة أنه يرفع الظلم عن جامعة النجاح توصيات عدة تضمنتها رسالة أجمع عليها الحضور سيتم رفعها للرئيس محمود عباس بهدف إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح فخامة الرئيس إن هذا الإصرار على تجاهل كبرى جامعات الوطن قد جاء في سياق مسلسل التضييق على الجامعة بدأ من تجاهل اعتماد عشرات البرامج الأكاديمية ثم التضييق على قليتها التقارية والمهنية ثم التأخير دفع المستحقات المالية المتراكمة لمستشفى النجاح الوطن